اشتركوا في القناة كفرين الايمن وضعوا على الرافعات ثابتة نفس الشيء هنا ايضا نفس الشيء ينطبق على الجهة اليسار وراغاء ثابتة فكين الكفرات وهذا عندي هنا علبة الفرامل الزيت حقها رقم ثلاثة دوت ثلاثة ما شاء الله رجال جاب لي خمسة فاصلة واحد طبعا ما اخي مشاكل بالعكس كلما كان الرقم اعلى كلما كان اداء الزيت افضل طبعا سنتتك العموم ما شاء الله سوف يكفي طبعا انا عن نفسي يفترض انه لما ايجي غير زيت الفرامل يفترض ان يغيرها مع الفحمات ليش؟ بان طريقة الفك والتركيب حق التفريغ زيت الفرامل راح ياخذ نفس التكلفة تغير الفحمات الفرامل يفضل ان الواحد عندما يغير زيت الفرامل يغيرها مع الفحمات العموم الفحمات الخلفية باقي على الشكل القديم اللي هو على الشكل القرس هيلاري من الداخل يعني اثنين في واحد للبريك وللتجرنط او للفرامل وللبريك في اغلب السيارات الان صار الفحمات الفرامل الخارجية والبريك الداخل هذا باقي النظام القديم اثنين في واحد عشان تفك الهوب لازم ترك الجلون قبل كامل وتحط المصمار عشرة واحد هنا وبالتدريجي تشد من هنا تشد من هنا على اساس ان كل ما شديت كل المكان المصمار يدخل زيادة فيسحب الهوب للخارج راح بدين نشرب الطريقة التنزيم حق الفرامل ايضا من هنا التنزيم الفرامل من هنا اما الامامية فيه نظام تقليدي لكل اغلب السيارات مع اني مدري اشوف كلف الفحمات انها انها تحتاج الاستردال عشان ما يكون الخسارة عليه اثنين في واحد راح ابو الفحمات الفحمات متهلكة او مستهلكة فهي يفضل انك تغير الفحمات احط السحن السيارة العلم يمكن ان يغيرها يغيرها انا ما عندي اي اشكال انا راح نضع البستم للنهاية عشان عملية تغير زيت الفرام الأحوال نستخدم اي زرقينة تحت لهم عندك زرقينة تقدر تقرص البستم وهو راكب عن طريق القرص لكن هاي الزرقين و اضفكرة و اضفكرة و اضفكرة و نستخدم اي قطعة تكماش قديمة عشان ندفع البستم هاي عندي البستم و هاجه على الوضاع الطبيعي و الوضاع التخزين سوف نطبق على الجهة الثانية نفس الشيء طبقنا هنا لغطنا البستم و لاحظة برض الفحمات و عندي هنا مستهلكة طبعا السرد عندي كذنة مصامير لكن واحد يكفي لاحظة الان فكبته هاذا و راح نستخدم الان الدريق لاحظة و بالشاكوش بعد الشكل الان طلع مانا بالدريل طلع مانا طلع مانا و هذا المحرس هذا العوب و هذا الفحمات الداخلية ماذا أفتح التنسيمة اللي عندي هنا اضغط السرندلات اصاصا كمية الزيت اللي هنا يعني الشيء لا يذكر الشيء لا يذكر هذه السدات حاجة التنسيمة و بعد الضغط الفرامل و السرندلات الامامية اهدتنا الارتفاع اول كانوا سهل بعد الضغط السرندلات الامامية و وصل ليه خلاصة من الكفر الامامي الخلفي الايمن قفلنا السده و نطبق على جهة الكفر الخلفي الايسر شاشة الطبعا نطبع اخبته نجد التنسيم و شوية افجأة وقف الزيت مادة ورصة فطريقة نستخدم التنسيم أو التغيير الزيت أو التنسيم عن طريق الدعس فمعاك أنا أخوبي يدعس وأنا هنا أخوك وأشد اللي هين ما شاء الله تبارك الله تقول يعني ضغط التنسيم عاري فبدأت في اليمين الخلفي إصار خلفي بدأت في الأيمن الأمامي بعدين بدأت في الأمام الأيسر وما شاء الله تبارك الله طبعا الزيت أنا ما عبيتها في فل عبيتها على ماكس وبربو ماكس يعتبر فل لأنه اللي أنا عنده الفحمات ناقصة فبكرة لو يغير الفحمات جديدة راح يزيت معها الزيت أيضا غصلنا الموية بحل الزيوت بمهال التنسيمات عشان 6 فرامل ما يبقى لنا أي أثر هذه كلها اللي أنا عندي غصيل موية